افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الامريكي دونالد ترامب مركز مكافحة التطرف اعتدال في العاصم الرياض على هامش القمة العربية الاسلامية الامريكية بحضور اكثر من خمسين من قادة وممثلي الدول العربية والاسلامية ويهدف المركز لوقف انتشار الافكار المتطرفة حيث يعتمد سياسة تعزيز التسامح ودعم نشر الحوار الايجابي ويعتمد على نظام حوكمة رفيع المستوى يعمل فيه خبراء ومختصون في مكافحة التطرف الفكري ويرصد مركز مكافحة التطرف اللغات واللهجات الاكثر شيوعا لدى المتطرفين